السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنى احوالكم تكون باخير مرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد اللي انتمنى يعجبكم انشارك معكم كيك بمضاق الحامض وكريمة بمضاق الحامض والجبن كتجي رائعة كيجي كيك اللي كيدوف الفم وكريمة اللي كتجي كريمية كما كتشوفوا معي انتمنى تتبع معي الفيديو الاخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احسن حاجة كنبدو بيان الفيديو ديالنا هناخد واحد البول غندير في واحد جوش بيضات اللي يكون خارج من تلاجة من قبل كاس لي مع عمر سكر سانيدة هنخلطهم غيب الخلط اليداوي بغيتوا تستعملوا تطرب الكهرباء اي ديروه هي هالكيك ما كتحتاج زمان طربوها بزاف عندي قشور الحامض ليكي اعطيوه حد لماذا قزوين ولا كانت عندكم نكهة ديال الحامض ديروها عندي نصف كزير زيت نباتية ونخلط مزيان هاد المكونات من بعد غد نضيف واحد ديال غورد بمادق الحامض او البانيل اللي توفرته علي انا توفر لي ديال الحامض درتو سراحة حاجة ماداق رائع ووجا دك الماداق ديال يغورد بين في الكيك سفيك نخلط على هاد شكل هكا حسك تسوي لي داك الخالد كريمي باش كنبدو باضافة دقيق نضيف واحد المعلقة ديال الخل ضروري كتعطينا الهاشاشة لكيك ونبدأ نضيف دقيق هنا دقيق عندي جوج كيسان اونس اللي غربلتهم بالنسبة للكاس اللي كتعبروه به الدقيق هو اللي كتعبروه به السكر سانيدة وزيت نفس القياس نضيف جوج كيسان ديال طقيق اونس نضيف جوج خمارات ديال الحلوة ونبدأ نخلط حتى يتقلي الخالد ونحاولو مايتقالش اللي كون بزافي بقى خفيف هاكا فاش كنهزو بالفوي كيكتب لينا سفي انا بالي بحالة تقال واحد شوية وغادي نضيف ليه واحد المعلقة ديال الماء اللي يكون غليان ولا تقدروا تديروا واحد المعلقة ديال الحليب اللي يكون غليان الماء او الحليب انا توفر ليه الماء لانه كان سخون حدايا قدرتوه هاد هالطريقة هادي راكتجيب الكيك اسفنجي وكتبوه خفيف بزاف هذا الاضافة اللي كنديروا ليه سافي كماشتوا معي الكيك هذا القوام دياله كنكتبوشي حاجه هاكا وكتبقى لينا هنجيب المول اللي غادي ندير فيه غادي نستعمل هاد المول إلا توفر ليكم المول العاجيب تاور كتجي في زوينة وما كتش عالي هاد الكيك بزاف سوف ندهنه مزيان بالزبدة لدوبتها ضروري كندهن هادوك الجنب باش ما يلسقش ليه بالنسبة للمول العاجيب إلا توفروا لكم حتى ذوك الصغار ديال ميني كيك راكي جوا رائعين وكتجي هاد الكيك فيهم زوينة وكيجوا فرديين كتجي اللي بغا هاك وحيدة كيهزها كاد عدنش مناسبة او عراضة او لهذا كيجو هاك كفرديين زوينة سوفي غا نحاول نجيب الخالط وغادي نخويه في المول هنهز إدي هاك الفوق باش كيخرج من هادك الهواء وغندخل الفران بالنسبة للفران انا كنستعمل غير الفران بارد ما كنشعله مواله وكنشعل التحت وكنحسب ليه ثلاثين دقيقة هاكاك وصوفي وكنشعل عليه الفوق بالنسبة للفران كانت عندكم الججر ستشوفوها تطلع و تشد راسه من جنب صافي غا تشعل عليه الفوق كيت تحمر مواله بالنسبة للفران انا استعملت الفران وكل سيدة على حسب الفران اللي عندها صافي هنا مني طابت خرجتها من الفران كتجي على هاد شكيل كتجي محمرة وكتجي شيشة كما كتشوفوا معي غا نخليها تبرد واحد شوية وغا نديرها في تبصيل التقديم غا نديرها بسهولة لان المول مدهون مزيان شوفوا كيف شكتش رائع في المنظر ديالها بالنسبة الكريمة انا غا نحضرها معاكم ولكنتو ملح كريمة كتبقى لكم اختيارية تقدروا تديروا كريمة ديال الشوكولات انا غا نستعمل هنا كريمة اللي غا نديرها واحد الاضافة وغا نديرها واحد الزازوينة غا ندير كسان ديال حليف كسرونة غا ندير جوج معالقة ديال السكر ساندة بالنسبة للحلاوة دائما كنقولها لكم كيبقى لحسب الضوقة ديالكم غا ندير واحد جوج معالقة ديال كريمة باتيسير ديال الحامض هذه اللي استعملت اللي وريتكم اللي يكونوا عامرين وغا ندير نخلطهم مزيان على البارد حتى غا ندير ديال كريمة والسكر غا نديرها على نار اللي تكون متوسطة وغا نديرها حتى تغلاط البل يكديرها دوك الفقاعات سوف نحييضها غا نديرها وغا نديرها واحد الاضافة اللي كتعطيها صراحة جديدة هاد الكريمة نتمنى تجربوها غا نضيف ليها واحد ثلاثة معالقة اللي عامرين بالجوب الكريمي بالنسبة للجوبن اي جوبن توفر لكم تقدروا تديروا تقدروا تديروا كيري ولا لا باش كيري انا توفر لي هاد الكريم تشيز درتوه صراحة جاد كريمة اللي جوينة بزاف وما داقها مختلف ما بين هادك الملوحة والحلاوة اللي رائع بزاف يقدر لضاقها عندكم شو واحد كتجي مختلفة تماما على الكريم باتيسير نتمنى تجربوها وما نعود لكم على الليدة اضفت معاكم جوج معالق وذاب اضفت الثالثة وخلط مزيان غا نمشي اللي كيك شوفوا معايا الكيكتاية كيف يفجط من بعد ما خليتها بردات كتجي اسفنجية وكتجي رطبة مهمة الكيكتاية تبقى تعتمدها في هاد الكيكتاية الكريمة تجيزوينة بساف سوف نحاول ندلها على وجهة ديالها الكريمة من بعد ما خليتها دفات شوية سوف ندخل الكلاجة ضروري سوف ندخل الربع ساعة كاكرا ضغية تشد راسها لا تأخذ الوقت بزاف بالنسبة لهذا الكيكتاية لكيكتاية بالنسبة للتزين سوف ندخل شرائح الحامض لأن الكيكتاية بالحامض سوف ندخل شرائح كي بقى لكم اختياري تقدروا تزينوها حتى تجعلوا قليلا كريمة وضيفوا له شوكولاتة ثلاثة ببيضين ودو بهم وديروا خطوط هكا ركا تجيتها يزوينة في المنظر بالنسبة للتزين ركا بقى لكم اختياري باش ممكن تقدروا تزينوها أنا زينتها بهاكا شرائح الحامض ودرت واحد بشو الحامض هم اللي غادي رشهم هكا في الجن كيجي المنظر ديالها رائع لكيكو حتى المعداقرة كتجي زوينة بزاف نتمنى تجربوها كتجي رائع رائع تستحق تجربة أنا مع صورت هكا في الليل معطاهش صراحة الإضاءة شوية نقصة ولكن كوكند زمال إضاءة بنار ستكون شكل آخر ستبدأ لكم نتمنى هذا الفيديو ودروري سنزيد شوية نعنا هكا كي نعرفه كي يمشي المضاق دياله مع الحامض وهذا هو شكل نهائي منطقة جيدة الكيكو حتى تستحق الكريم سوف نعرفها ستعرفكم و تعرف ضيافكم و أولاداتكم نقطعه و اضاءة كيف تستحق الكريم الكريم بالكريمة بغيتو تديرو هاد الكريمة تديروها ستجي صراحة زمينة بزاف و تستحق تجريبة شوفوا معي القاوم ديالها كتجي كريمة اللي شدة فراسها و كريمية و لديدة في النفس الوقت لديدة بزاف هذا هو الأهم أنا غن نقطع معاكم هكا شوفوا الكريمة كيفاش كتجي أنا ضقتها و صراحة كملت هاد طريف بقى كان صور هدا وشك النهائي ديال طرطة ديالنا ركت جي زوينة بزاف من عشاق الحامض اللي بحالي تانى من عشاق الحامض بأنواعه وصلنا النهاية ديالفيديو الى عجبكم الفيديو لا تبخلوش عليها في لايك و لماذا لا مشترك كنقول لها مرحبا بيك شاركي باشي وصلك كل جديد و الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا 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 اشتركوا في القناة